عندنا الطفل عندما يصوم أول مرة يكمل صيامه لآخر اليوم نكافعه عندما يرى أنك تكافعه وهذه يعني تعطي له إرادة أنه يصوم باقي الأيام عندما كنا أطفال نحب نأخذ مصاري كما تقولون أنه ما درعه درعه مصاري نعم عندما كنا صغير نحب نأخذ مصاري عندما نصومت أول مرة عندما كنت صغير سيدي كان يعطيني مصاري راح أشتريحه سيدك هو جد؟ جدك؟ الله يبارك كان يعطيني مصاري راح أشتري حلو هذا وكان يعطيني إصرار أنه كل يوم بدأ أخذ من سيد المصاري وكان يحكي لي أنه فيه أجر كبير بعطيني يا الله من فوق الحمد لله وهيك سلنا كمان بنفهم إحنا كمان أخوتنا الصغار أنه فيه أجر وفيه جنة وفيه نار ولمن يعرف وش فيه وزيدي كمان أنك كمان بتكافئيهم لما شفوك أنك بتكافئيهم هذا بعطينهم إصرار على الصية وزي هيك إحنا بنكافئ الأطفال الصغار لأنه بنعمل لهم فرحة لهم عبارة عن حفلة أول يوم صياء وتحفزهم أنهم يصوموا أكثر من يوم يصوموا أكثر يعني هم لحالهم لما نشوف أنه الموضوع هيك فيه صيام وفيه هذا لحالهم يصيروا بهم يصوموا الجزاء رباني وأيضاً عندي والديين بالأخص إحنا أول يوم قبل رمضان بيوم في أننا تبار عن احتفالات بنعملها للأطفال الصغار وهي؟ بتجيبوا فوانيس وبتصير أفراح بنعمل حملة تنظيفية قبل أسبوع من رمضان الشوارع والبيوت بننظف الشوارع والبيوت مساجئ وفي ليلة رمضان بنعمل عبارة احتفالات الله يبارك وبنفهمهم للأطفال الصغار وفيه أجر في الصيام أنا أول مرة صمتها كان عمري خمس سنين الله صريف بزيف بدت له صيام صمت يوم كامل صمت شهر كله صمته الله الله لما انستتي الله يرحمها كانت الله يرحمها كانت تحكيلي عن المكافأة أو كيف كانت تحكيلي عن مكافأة كتير بتصير في الجنة يعني كانت طمانة بحاجات أنا بتمناها في الدنيا مثلا الواحد يكون عنده سيارة كانت الطمانة تقول لي هذا الأشياء موجودة أصلاً في الجنة قاتلي صوم وتوب لأ الله يعني بتوصل ليش بدك عشان هيك كنت أنا فرحان وبدي أوصل لو أكسب الجنة وادخل فيها ما شاء الله ما شاء الله هذيك دار الدوام احنا نقول لها الحمد لله نعم نعم حبيبي